اهلا بكم الممثلة المغربية هدى صدقي فاسا بلا المميد افبام المواجهة في مشوارها تصح عبارة كان بالامكان افضل مما كان البدايات كانت تعيد بالكثير لكن فيما بعد جاء الغياب بالنسبة للممثل او الممثلة الغياب لا يمكن الا ان يكون سلبيا تبعتها منذ بدايتها وفعلا مثل كثيرين تكونت لدي القناعة بان هدى صدقي ممثلة يمكن ان تبرع في تقديم شخصيات مختلفة هذا الامر لم يحصل وهدى صدقي غابت او غيبت للأسف الشديد لاننا ابناء اليوم قررت هدى ان تعود للساحة من جديد وان تشتغل وتجتهد وتستعيد او ان تبلغ مكانة تستحقها في الاصل من يجتهد ويعدد المحاولات له مني كل الاحترام والتشجيع وبالتالي جاء اصراري على استدافة هدى صدقي في الافبيان لنعبر ودى صدقي مرحبا بك في الافبيان ونهار كبير هذا استعدناك مرحبا بك اليوم معنا في هذه الحلقة وانا عن بو مرحبا هدى صدقي الله يبرك فيك خوية بيلال لاختيك وشكرا بزاف في الافبيان واخيرا انا معك في الافبيان مرحبا بك للاهودا وشوف يا اخذينا وقت كبير باش انهن نوجدو لهذا اللقاء هذا ولكن اوات كل حاجة كتجيب وقتها يا كهودا هذاك شليكين كل حاجة كتجيب وقتها والحمد لله راحنا انا في ضيافتك كاستي بيلال دا بادي اللي بريتي مرحبا بيك الافبيان دياليو مرح ديالك ون نبتالي نقدر نمشي ونبدو وشوف رتح مع راستك رحما راح الامر رادي تمشي كمين باغي غير تقفية واخا نمشي ونبدو مباشرة مرتاحة والحمد لله واخا اذا نمشي ونبدو للهودا واخا قبل ما مشي ونتحدثت على أدوارك في سنوات ماضية فترة ما كان الجمهور بدك يستئنس بالوجه ديالك والحضور ديالك في تلفزيون في بعض الأفلام ببتداء من الفين وثلاثة الفين وربعة وفي الوقت اللي كان مفروض باش هذا المطار يستمر بواحة الواتيرة تكون سريعة ظهر بانك كان واحد تعتور او الاخرين يقول لك تعتور كبير قاع اشنو قع علاش هذه الفجوة وقعت في الميشوار ديالك اول حاجة البداية ديالية تقريبا كانت من سنة 2000 ولكن انا بني سبالية كنقول البداية الحقيقية كانت بني سبالية هي سنة 2003 من خلال تري فيلم سمك القرش ومن بعد سمك القرش جاءوا عدة اعمال اللي الحمد لله نالت اعجاب اعجاب المشاهد المغربي وبقعة هكاك يعني سنوات حتى سنة 2007 كنت صورت اول عمل سينمائي اللي هو خربوشة اللي لابت فيه دور البطولة من بعد في 2008 تعرض الفيلم ديال خربوشة على القاعة السينمائية فما نكدبش عليك انا يعني منين تعرض الفيلم كنت كانت توقع ان غاديكون من بعد الناجح ديال الفيلم غاديكونوا بزاف تلحواجزوينين غايكون اعمال كيفما حلمت كيفما كيحلموا بزاف ديال الفنانة يعني غاديكون عروض اللي اللي غادي نبقا نحير نختار ناخد هاد عمال ولا نخدم في هاد العمال ولكن مع الاسف ذاك الشي اللي حلمت به ما ما تحققش وما عرفتش هاد تعطور فين كيل اللي ان ما بعد ما تعرض الفيلم تخربوشة كان مباشرة كنت انا تزوجت تزوجت وكنت ويلت الى الناس باقين عاقلين لوقيتا اللي كنت اخذيت الجائزة احسن ممتلة في ميراجان الوطني ديال طانجا تسلنت الجائزة وانا كنت كنت حاملة ومقبلة عن الولادة فمن تم كان تعطور اللي ما عرفتش وعشرين تقريبا واحد للحداش العامل وبعد من المسلسالات اللي شاف كيفاش انتلقتي في البداية اراه كان اكيد كان ينتظر انه منين توصل الفين وواحد وعشرين عرفتيا واذا غا تكون وصلتيا بواحد العدد كبير وكبير بزاف من المشاركات وهذه ربما شي حاجة اللي كتبقى في الخاطر كتضر في الخاطر بل هو امر مؤسف في مشوار ديال سنانة كندر متفقين متفقين هي بلال من كدب شعلك هي كانت عندي صراحة في الرصيد ديالي عندي بزاف ديال اعمال ولكن مشي بحل يكنت متوقعة يعني لوقيت اللي كان نجح الفيلم ديال الخربوشا كانت ما فين كانت يخصي كل من مراها يكونوا اعمال سينمائية يكونوا بزاف ديال الحواج ولكن كيف تنقول ما فين تهرست يعني كل ما تهرست شجك تهريص كان سيكون راسي جالي كبير وكبير بزاف ولكن الحمد لله من خلال الأعمال التي كنت خدمت من 2003 مثلا حتى 2007 يعني تلك الأعمال كلها بقى تراسخها في ذاكرة الجمهور المغربي وخا الجمهور المغربي في بدايتك عرفك بعض من الأعمال أنت ذكرت منذ دقائق الفيلم الفازي سمك القرش عقلت على تفاصيل أو نفكر كبير لا لا عقل الجمهور المغربي عقل على سمك القرش عقل على الديا عقل على بوكفا لأن هذه الأعمال لقد نلت نجاح كبير بزاف بنسبة سمك القرش التي كنت لها في 2003 كنت دور خولة 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 حسوة في المرسا بنت كانت طبقة فقيرة وخاطبة عاملة في المرسا وهو الدور الذي لم أكن تذكر سيسا تسوي هذا الدور الذي أبت مزيئة وقربتي لمعاناة هذه البنت من الجمهور وفضلك كانت مخرج سيحميد الزوغي أو كانت بالفعل آدوات وإمكانيات تشخيص التي كتبتها في تجارب قبل واللي أنا شخصيا إذا كانت قبل نريد أن أعرفها تفضل أول حاجة بنسبة سيحميد الزوغي تعرفت عليه من خلال واحد المسرحية اللي اسمتها على عينك ابن أدي لكن صورناها في 2003 صورناها لفائدات القناة الثانية من خلال هذه المسرحية سيحميد الزوغي شاف إمكانياتي أو كيف ما قلت بيلال شاف الأدوات اللي عندي وعلى شنو اللي قدر نعطي فعرض علي أنني باش اللعب دور بطولة اللي هو في الفيلم سامك القرش يعني كان في ذاك الوقت التاشي واحد ما غدي تيق بي باش يعتني دور البطولة وإنا ما زال كان قرأ في الكونسيرفاتوار وفرحت فرحت فرحت بزاف وفرحت فرحت فرحت بزاف والحمد لله جزتت دور هادا وجبت هذوك الأدوات ديالي ومن خلال سامك القرش ولي هو نجح بزاف سيحميد الزوغي ولي هو ولي هو نخدم معه في تليفيلم اللي هو دية الناس كلهم بقل عقلين على الديية ومن خلال دية عرض علي أيضا في الفين وربعة انني باش في الفين وخمسة عفوا في الفين وخمسة باش لعب دور خربوشة فاللي بغيت نقول لك في هذا شي كامل لأنه الدور الكبير أو للفضل كله كيرجع السحميد الزوغي اللي ما كان أتابروش مخرج أو لمنتيج أنا كان أتابروه لأب الروحي ديالي دائما كنقوله ونعود نقوله الفضل كله كيرجع الحميد الزوغي إنه هو اللي التقفية وحميد الزوغي أول بطولة ديالك في عمال سينمائي كانت كما قلت تهيى مع المخرج ديالنا سي حميد الزوغي في هذا الفيلم هذا فيلم خربوشة فالنانات الغيناء الشعبي بالنسبة للناس اللي متابعين معنا فلنانات الغيناء الشعبين معروفة في التاريخ وفي التورات المغربي أنتي زاد الحوضور ديالك في المشهد تقوى بهذا العمل غير في سينما كندن هذا هو أفضل ما قدمتي وحوضورك سينمائيا في أدهان الناس رابقا محسور في خربوشة هودا صدقي خربوشة صراحة خربوشة شي حاجة كبيرة منسبة لي خربوشة عطيت فيها وعطيت فيها وعطيت فيها من كل قلبي لأن تقريبا المدة ديال العامين وأنا كان وجد لهذا البخصون عشر نهار اللي قتعرح ليسي حميد الزوغي باش اللعب الدور ديال خربوشة والله العظيم إما كنت عارفة خربوشة شكونة هي لأنني كنت ما كان تفرش عفوا سمح لي قد نفتح واحد القوس وقل نسده مكنتش كنتفرج في شيخات كيف ما كنقوله في التليفزيون ماشي ما كيعجبونيش كيعجبوني ولكن مكنش كنفهم كلامهم وكلامهم كله عنده معاني وعنده الغاز لها هذا شي عرفتها أنا من بعد فكنت كنقول خربوشة شي خاف فمشيت بحت عليها سيحميد الزوغي تكلم لي شوية ومن بعد مشيت للمدينة فاس وقلست مع الشيخات اللي هم أقدام انهم الشيخة عيدة اللي يعطيها صحيحتها ولاد بن عقيدة هذا صدقي غنوقف كغير شي شوية باش الناس اللي كي يتبعوا معانا يشوفوا غير واحد نقطع حليهم واحد المقطع من خربوشة اللي يخذي عليه جائزة في مهرجا الوطني فطانجا نتبعوا هذا المقطع هذا موسيقى 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 هدى وفي الحقيقة أنا من اللي كان نعود نشوف هال هالصور هذي كان نرجع لك الفكرة باش بدينا اللي كي شوف كيفاش بديتي كيفاش من بعد جاسة ديك المدة ديال الغياب صراحة نسألنا بزاف الحويج كان نحاول نفهمهم في هال الميدان هنا في المغرب وخوا هذي سانواز كينشي حويج بالله العظيم لكي كيستسع لي الفهم لأنه بديتي بأفضل طريقة ممكنة ولكن من بعد كات وقعش أمور اللي لا حول ولا قوة إلا بالله هادشي اللي كان أخويا بلال وبغيت نوضح واحد المسألة رغم هادشي اللي ترى أو لكيفما كنقولو هالتعطورات اللي وقعات كيفما بغي يكون الحال كان بقى أنا لرابحة أختي لاش لاش لأنه لأنه كان ممكن أنني بقيت غادية مثلا في هذا الطيار كان ممكن سرصي عمل مرعمل عمل مرعمل ونقدر ما نديرش مستقبالي ما نديرش ولدات اللي فنالما لقيتهم هما رباحي مسألة اختيارات فترة معينة مسألة اختيار وكان فعلف واحد الفترة معينة والحمد لله هادك الفترة هي واحد سحابة كانت بنسبة لي أنا عابرة فترة ودازت وأنا الحمد لله ها هو الرجوع كاين وربحت ولداتي كبروا وأنا تنكبر معهم وأعمالي كتكبر والحمد لله دونك نبقى أماني ربحة فالأخرة هل الله واقع اش بغيت نقول لك هذا جواب مقنع ويا مسألة كما قلت مسألة اختيارات فتوخيت معين واقع وذا نبشو نكمل ممتن لكي يكون عنده أدوة تشخيص كيقدر يمثل أعداد دي الشخصيات اللي متناقضة ومختلفة بزاف بالنسبة لي أنت ما زالش شوية ما وصلتش لهذا التنوع في الشخصيات ونقدر نقول لك بأنه أغلبية المشاهدين المغربة كونوا واحد السورة أنت واصلك الخبار كونوا واحد السورة عليك في أداء الشخصيات المرأة الضحية عفا مكتين واش هلت انت مؤلمك ومؤلم طموحاتك هدى لا هذه حق السؤال زوين وفي محل المشكلة ليس لدينا أخويا بلال المشكلة هو أننا لم يكن مجال للاختيار لم يكن لدينا الكثير الأعمال التي تعرض علينا مثلا لا نحن بعيد لن في الدول العربية تجد مثلا الفنانة التي تعرض علي عدة أعمال تقول لك أنا قلصة ندرس في الأعمال أو نقرأ في الشخصيات التي لدي تجد لدي 11 عشرة سيناغ تقرأ فيهم في الوقت التي تعرض عليك عمل لذلك لديك مدير يجب أن تقبل بهذا العمل لأن يجب أن تبقى في الصحة الفنية هذه الحاجة الأولى بالنسبة للشخصيات هذه المشكلة لم أراجع لي أنا أراجع أن نوجه للمخرجين لأن عندما يرى للمخرج أن أن يجبقى للمخرج وكن فيهم جيد ف ما كي ما أريد أن أقول لك لا يستمر جهد كبير لأن أنا لا يستمر جهد كبير لأن يقلب على كاستينغ أو يقلب على ممتلة أو ممتلة الذي يخدم معها ويخرج منها شي ف يجيب ممتلة الذي قل نعجون وواجد وناضي نضع ونضع ف يضطر أن تخدم ولا أن ما بين سنة 2020 وهذا بداية 2021 اللي يدخل النبس صحة والسلامة ف الأعمال اللي غدي شوفوا الناس اللي صورتها عندي تقريبا ثلاثة الأعمال اللي غدوز من خلال رمضان ما بين القناة الأولى والقناة الثانية شخصية ما كتشبه الشخصية مزيلا الدرجة لدي شخصي اللي بغيمه ما سوف يحملوني الشخصية سوف يحملوني الشخصية سوف يكرهوني وحد الكورغ الخطير تجدت كورونا عاد السعب الدرس والحمد الله ها أنت أخويا كتشوف داب أشوف كين بعض الناس اللي كيقول لك كورونا دخلت علينا بشي حواج م الحمد لله كورونا دخلت علينا غير بالخير لا وفعلا تير كعاد مؤخرا ساليتي تصوير دي المسلسل التلفازي اللي في الغالي بغاية تعرض في شهر رمضان هودا سيدقي عن توقفو اللحظة فقط غير فاصل ونرجع ونكمل في الشهر الثاني نلتقي بعد قليل شهر الثاني من الافبايم المواجهة اليوم في الافبايم عندنا الممتلة هودا صدقي استرجعناها كما استرجعوها المشاهدين كاملين لأنها سجلت العودة ديالا مؤخرا ومشاركة في الكتير من الأعمال ما بين 2020 وفي بداية السنة 2021 ونكمل بأنك مرتاحة وذلك التخوف التي كان ممتد بالشهر لم يكن لديهم مبرير مرتاحة ياك بعد لا صافي مشا صافي إذن نكمل لأنها خلال الفترة توقف وغياب على الشاشة الممتلة المحترفين تضيع منهم الحرفة والأداوات لا يبقى جاهزين للإستعمال لأنها لا تدريب ولا تمرين بالتالي أنا كنتوقع أنك من كتبغي تنفي العمل في تشخيص كتلقي صعوبة وهذا أمر عادي غير باش من خوفك ولكن ما عرش باش من طريقة مثلا خدمتي باش تجاوزين تي هاد الصعوبة بعد الرجوع للميدا الطريقة اللي اندي الواحدة هو أنني كنتفرج يعني دائما عندي واحد صلة توصل مع سينما كنتفرج نشوف شخصيات جداد لأن كيف قلت ما كانش صراحة ما كانش تدريب مالغز ما فدائما مني كي تعرض علي مني كنكون واقفة واحد المدة وكتتعرض علي واحد شخصية فأنا ما كنتخلش مباشرة لهذه شخصية وكنتخل جسدها فكيكون عندي واحد المدة ديال تقريبا واحد شهر اللي كن بريباري شخصية ديالي فكن خدمها يعني لا يصير كان نظر في الدار بحي شي حمق فكان كنقرأ وكان بدان نهضر مع الشخصيات اللي غدي يكون مع يعني عندي كل ممثيل وعنده أدوات خاصة كيف يقدر يخدم هذه الشخصية التي تعرضت علي نتكلم بشكل عام باش نغير نمر الرسالة لأن تمثيل كما تعرف هدرا ماشي هو أن الإنسان يعود حياته كما يعيشها في الواقع وتبعه بالكاميرا في الحياة اليومية وتقول هذا أنا عندي شخصية لا شخصية تكون مكتوبة وفق تصور الكاتب والرؤية المخرج وما شي من ضروري من طبقة على الشخصية الحقيقية الممثيل هذا رخص خدمة كبيرة وحقيقية وانا كي بلي خاص تبقى الفاجاوات والفراغات في المصر يبقى عمر لكي تخدم الشخصية ونحن لا أعطي الدروس ونحن لا أعطي بالأخذ والرد معك وكانت رسالة وصلاتك وصلات الرسالة وصلات الرسالة ولكن مهم نحن سنعود نرجع نقول لك باللي نحن ما نتشهد نفات شي فهمت يعني منك يكون عندك عدة أعمال يعني كتخرج من عمل ودخل من عمل ودخل من عمل فانترى أنا بنسبة لي كل عمل كمش نشتغل فيه إلا ونسبة لي مدراسة يعني أنا بنسبة لي كل مخرج فهو مدراسة كنخرج من عمل عمل كنقرأ كننخدم أدواتي وكننقرأ شي شوية من هنا وكننأخذ شي اللي قرأت وكنن أدواتي نفرغهم وكننبقها كأخذ داما ولكنني ما نغزمه كيكون واحد شوية الوقت ما بين عمل وعمل ماهن ما نديرو هذا شي لعطى الله وخالي الله أجي بعد وحد تجربة ديرك في اليوتيوب والطبخ نهضروا عليها شي شوية مرحبا مرحبا يكما سبيل لك تدخل دير شي شهي ومن شهي وانا مفرسيش لا ما زل ما وصلش لجهات ديالي لهذا هذا كامل كان على الله على الله وخا نهضروا عليها شوية بزر الناس عاديين كيديروا قنواتهم في اليوتيوب وهو أمر عادي لأن في اليوتيوب كل شي اللي عنده تقريبا قناة ولكن بعش جي من عند ممتلة مغربية اللي هي سادة هودا صدقي مسألة خاصة تكون مفهمة لش بغتي توصلينتي بهذا القناة بداية أنا غادي نفهمك نفهمك كل شي يا أخو يا بيلاد أول حاجة النهار اللي قررت نضير القناة ما كانش جات من عندي أنا كنت قلت معهم في الزنقاء دفع نسلموا وذلك قالوا لي هودا علش ما ديريش قناة وهكا يبقى واحد تواصل بينك وبالجمهور ديالك يعرفك فين كاتمشي فين كاتمشي فين كاتمشي وما كانوا بغوني نشارك معهم مثلا كواليس ديال الأعمال ديالي شنو كن صوار فين كاتمشي فين كاتمشي وانا ما كانش عندي واحد دراية كبيرة باليوتيوب ما كانش عندي نهائيا مؤخرا واللي تكن سمع بزاف الناس كينعتوا أو لا كيهضروا بواحد ولواخدين واحد صورة خيبة على الممثلة المغربية أو لا على الفنانة المغربية ان جنرال باللي رما كتعرف تدير والو أو لا كتدير وكتدير إلى آخره مهم بلا ما ندخلوا في الديتاي دخول إلى بغيتية يعني مشي كل شي بحل بحل مشي كل شي بحل بحل فمتي فقلت لا سننطد سننطد اليوتيوب باش نوري نغير منذك الصورة اللي واخدينها الناس على الفنانة المغربية مشي كل شي بحل بحل يعني أنا كممتلة فاش كنكون كنجسد واحد دور كنكون في المسلسال ولا في التاليفين كنجسد واحد شخصية رأي انفو كنحيد حوي جاتي دي مني كنجي لداري رأي كنجي كنوالي أم كنوالي ربط بيت كنوالي وحدة بحالي بحل جميع النساء المغربية كندخول كندير شنو تيخسي الدار في الدار كندخول كوزيناء كنطيب الى الاخير ومن خلال هاتشي ليدرت الناس عجبوهم الحال وبالزف الناس يدخلو تيكوم موطي يقولوا يهودي بصح سيدة مغربية بالتأكيد أنك تقني طبخ غير هل تريد تعطي صورة جديدة لك والطاحف تريد صورة أخرى أخطر وهي المرارة بلاست في الكوزيناء سأتحدث المسألة لا 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 أخطر لأنني أخطر مع الناس لا لا أخطر لأنني نحن طيب أو نحن 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 وكأنها تبقى ديكوري من هنا أو لها ديكوري ونحن نسيبه معه مثلاً فهمتي بالنسبة لي أنت هو رعفن لذلك أنا هذا المتنفس عندي كان نشاركه مع الناس فقط ولكن لأن لأنني لم أشاركه صغير فقط نشاركه حتى كواليس يعني ها أنا في الدار كيف أشك أنكون ها خدمتي كيف أشك أنكون فهي مرأة مغربية لا تختصرش على رأس صغير في الكوزينة أو صافي كيف أنك تأخذ والتلفون لحاتف لك فريق الإنتاج دابا سيكون لديك الكاريكاتور سيكون لديك الكاريكاتور السيخة للشرادي لكي تعرفهم جيداً ونرى الكاريكاتور ونجعل لك تعليق للك على مرات التعليق أه أول حاجة أول حاجة تحية كبيرة سيخالي الشراضي بريت نقول له برافو عليك برافو عليك صراحة أنا أتدير لا ولكن شوف عنده صح شوف نقول لك شنو بغي عبر من خلالها رغم حاربوني وهرسوني وأنا كنتيح وكننود وكنتبليسة وكننضوك وكنتبليسة 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 عائدة بكل مؤتي عائدة أنترها عائدة الله ما يصير يقول شخالي الشراضي تحفزه هنا تتفاعلك مع الكاريكاتور هناك إبنال فنان لأنه قدرتك تأخذي الجانب حلوب الكاريكاتور لأنه ستحفى في النية وجربة الافبام هي هذه عن بعد شكرا لك هذا ستقي على المرور كنت راك راديا على المرور ديلك شكرا راديا والحمد لله وكنت أول حاجة باش نقول لك واحد القضية قبل ما نختمه فأنا كنت أفتخر بك بدا أنا كنت أفتخر بك فرحانة حتى في البلاد هنا صحفي كبير وغزال وقاري وواعي وبحل بلا المرميد معمرني كيف ما نقوله معمرني ما زقلت شيح القضية كنت تفرج جميع حلقة ديلك اللي كانوا كتصوروا في السوديو وماشاء الله عليك والله يوفقك وورك عزيز كيف ما كنت أقوله أنا فرحانة وشكرا على الدعوة شكرا إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر